مع تفاقم الأزمة في أوروبا، لاحت في الأفق تداعيات عدة لسيام المرتبط منها بشكل وثيق بالغذاء وسلاسل الإمداد الأسعار المرتفعة للغاز في أوروبا أصبحت تهدد بأزمة وشيكة في قطاع الأسمدة وصد تحذرات من أن نقص الأسمدة الأساسية والتي تعتبر روسيا مصدراً رئيسياً لها قد يؤدي إلى ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية العام المقبل وزادت الأسعار العالمية لأسمدة انبيكيل كيميائية المركبة ثلاثة أضعاف منذ بداية عام 2021 وحتى منتصف العام الجاري في سابقة هي الأولى من نوعها وفي أوروبا وصلت أسعار الأسمدة الكيميائية إلى مستويات تاريخية نظراً لارتباطها بأسعار الغاز حيث يشكل الغاز نحو 90% من تكليف إنتاج الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا والسماد اليوريا ودفعت الأزمة العديدة من مصنع الأسمدة الأوروبيين لإيقاف إنتاجهم من الأمونيا والتي يتم الحصول عليها من خلال الجمع بين النيتروجين من الهواء والهايدروجين من الغاز الطبعية في سابقة لم تحدث منذ الأزمة المالية في عام 2008 ويشير مصنع الأمونيا إلى تضاعف سعر الغاز نحو 15 مرة عن معدلاته في السنوات العشر الأخيرة بما يمثل مشكلة كبيرة يصعب بتحملها مع الإشارة إلى خطورة توقف الإنتاج وما يتبعه من خطر النقص الذي قد يتسبب به في كل أنحاء أوروبا لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء والذي تصنع فيه الأسمدة وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من حدوث أزمة غذائية عالمية في عام 2023 إذا لم يتحقق الاستقرار في سوق الأسمدة خلال العام الجاري